مرحبا، 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 مرحبا فيديو النهاردة هيكون عن أهم الجمل والعبارات اللي احنا ممكن نقولها لو حاسنا أن احنا حيرانين أو متلخبطين أثناء الحوار بالإنجليش ممكن يكون سبب الحيرة واللخبطة دي إن احنا ما سمعناش اللي قدمنا أو ما فهمناهوش فممكن نقول إيه؟ الأول هنقول أي كلمة من الثلاث كلمات دي قبل ما نقول الجملة فهنقول ممكن لو سمحت أو لو سمحتي تتكلمي بطريقة أبطأ شوي I didn't get that I didn't get that يعني أنا ما فهمتش Please, could you explain لو سمحت أو لو سمحتي ممكن تشرح أو ممكن تشرحي Could you clarify ممكن توضحي I didn't get that I didn't get that Please, could you explain Could you clarify مرة كمان Sorry Oh, excuse me I didn't catch that I didn't catch that I didn't catch that Would you mind speaking more slowly أنا ما سمعتش لو سمحت ممكن تتكلم بطريقة أبطأ شوي I didn't get that أنا ما فهمتش I didn't get that Please, could you explain Please, could you clarify يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة والحد ما شوفكم المرة كية أتمنى ليكونوا كل خير Bye